السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في عمليات الفصل ونواصل حديثنا عن عمليات الفصل بواسطة البلورة تكلمنا في المحاضرات السابقة عن crystallization وعرفنا عمليات البلورة على إنها formation of solid particles within a liquid phase أو a belt phase أو a vapor phase حقيقة نفس التعريف لا يزال قائم لكن نحن نضيف له بعض المعلومات الأخرى بنقول بأن the crystallization process is the formation of solid particles within a homogeneous or a heterogeneous phase الhomogeneous phase هو الوسط المتجانس الheterogeneous phase هو الوسط الغير متجانس أي الذي يحتوي على أكثر من phase في هذا المكشر مثلا solid plus liquid this is a heterogeneous phase gas and liquid is also a heterogeneous phase مثلا لدينا في صناعة المشروبات الغذائية بيجد بإنه مثلا مشروبات زي البيبسي مثلا تحتوي على كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون نحن دلوقتي بنقول بإنه this is a heterogeneous phase فلدينا a gas that is absorbed within within the liquid فبيشكل بالنسبة لنا a heterogeneous phase فتحدث عملية البلورة بواسطة alteration of the conditions للوسط إذا كان متجانس وفي حالة البلورة بواسطة المركبة أو المحاليل المتجانسة عندما تحدث النucleation بدون الحوجة لإضافة بلورات سابقة كما في حالة الheterogeneous crystallization بنقول بإنه الفيز في هذه الحالة is a homogeneous phase أما زي ما شفنا في الفيديو في المحاضرة السابقة إن كان لابد من إضافة بلورات لتحفيز عملية البلورة بنقول عندها بإنه الheterogeneous phase is the dominant for the creation of the crystallization or the crystals in this case أيضا لدينا من التعريفات الهامة جدا الماغمة الماغمة ما هي الماغمة؟ الماغمة is a two phase mixture مماذا؟ هي عبارة عن خليط من two phases يتكون هذا الخليط من المذر لكر السائل الأم والgenerated crystals of all sizes إذن عندما تحدث عملية البلورة نتحصل بنهاية البلورة نحن قلنا بإنه شرط عملية البلورة أن يكون السائل عند مرحلة السوبر ساتيوريشن تحدث هذه العملية وتستمر إلى أن يرجع المحلول مرة أخرى إلى مرحلة الساتيوريشن عندها يكون لدينا خليط من المذر لكر ومن البلورات التي تكونت بأحجام وأشكال مختلفة هذا الخليط من السائل وهذه البلورات بنسميه الماغمة وهي دائما it occupies the crystallizers and it is withdrawn as our final product بصورة عامة under ideal conditions of temperature and concentration بنجد بإنه نمو البلورة بيتم بصورة متجانسة فيعطينا بما يسمى ال invariant crystals فنجد بإنه هذه هي نواة البلورة نمت أعطتنا الشكل الخارجي هذا ثم تنمو وتستمر إلى أن نتحصل على ما يسمى ال invariant crystals طيب السؤال اللي بيطرح نفسه ماذا إن كانت ال conditions are un ideal في هذه الحالة نتحصل على بلورة غير متجانسة ويكون لها شكل طريقة دية مثلا this we assume that we can say that it is a crystal that is not an invariant crystal this is a variant crystal في هذه الحالة والideal conditions are of the temperature and concentration and then we can say geo that is as 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 a